مع المقاولين العرب نروح كمان لحساب الأهرام والأهرام بتتكلم على محمد محمود حسابها على تويتر بيقول إن الجونة وسيراميكا كيليوباترا يطلبان ضم محمد محمود في الانتقالات الشتوية القادمة. دايما محمد محمود هدف استراتيجي لأكتر من نادي في الدوري خلال الفترة الجاية. ما بين الإسماعيلي الجونة وسيراميكا كيليوباترا لكن في نفس الوقت الدوري ما تلعبش فيه غير ثلاث مطشوات. هل فيه فرق قدرت يعني تحدد احتياجاتها قبل شهر يناير. من دلوقتي احنا ما لقبنا شغل ثلاث أسابيع في الدوري أعتقد لسه شوية. يعني لسه محتاجين كمان الفرق تلعب ست مطشوات سبع مطشوات نوصل للجولة التامنة أو الجولة العاشة عشان تقدر تقول كل فريق محتاج إيه الفترة الجاية. وبالتالي نقدر نسمع وقتها هل في الجونة عايز محمد محمود. هل الإسماعيلي ممكن يحتاج محمد محمود. لكن محمد محمود نفسه مهم جدا. نسمع رغبته الفترة الجاية. محمد محمود حسب معلوماتي انه عايز يكمل وعايز يستمر في الأهل. وعنده تحدي انه يفرض نفسه على التشكيلة الأساسية. وده شيء رائع. انه يكون الجهاز الفن عنده اكتر من اللاعف واكتر من المركز لمن الموسم طويل. وان شاء الله نشوف محمد خلال الفترة الجاية في التشكيلة الأساسية ونطمئن عليه. طيب بيتسو موسيماني ايضا بيتصدر صفحات السوشيال ميديا. ومعايا من الحساب الرسمي لليوم السابع على تويتر. بيتكلموا موسيماني يرحب برحيل السلاسة الآلة في انتقالات الشتاء. طيب مين بقى السلاسة؟ طاهر محمد طاهر رامي ربيعة محمد محمود طيب. التلاتة اصلا لم يتلقوا اي عروض رسمية في الوقت الراهن. في الوقت الحالي ما فيش اي عروض رسمية. موسيماني يرحب ما حصلش. ليه ما حصلش؟ لان ما فيش اجتماعات تمت سواء من الكابتن محمود الخطيب تلجنة التخطيب مع بيت سو موسيماني برضو بأكد تاني. احنا في الاسبوع الثالث. لسه قدامنا المجال لمدة شهرين انتقالات يناير لسه قدامها حوالي 40 يوم او 50 يوم. هيتخلى لها ما يقر من حوالي من 6-7 مطشط في الفترة اللي جاية. فبالتالي لسه الكلام كتير. انت مش عارف اصلا بعد شهرين خريطة الكرة في الدوري مين هيتصدر؟ مين هيكون متقدم؟ مين هيكون هدف الدوري وقتها؟ طاهر الناس قالت هيروح المقاولين اعارة لما خرج في اول مباراتين في الدوري برا القايمة. جيف قايمة ماتش الزمالك كان في القايمة ونزل في الشوت التاني ولعب. خلاص خبر اعارته للمقاولين ما بقاش موجود. فما نتعملش مع الاحداث حسب النتيجة وحسب الاداء وحسب ظروف كل مباراة. الخبر نفسه حتى لهذه اللحظة غير صحيح ولسه بدري على هذا الكلام والمشكلة اللي انت كسبان بخمسة والناس ده ما بتتكلم على كورة من خلال حسابها الرسمي على الفيسبوك نشروا مصدر ليلا كورة آليو ديانج مرتاح في الاهلي ولا يمتلك عروضا. ده اللي احنا قلناه بارح. بارح لما الناس قالت ان جلتا سراي ابتدى يفتح خط التفاوض وفتح باب تفاوض مع الاهلي لضم آليو ديانج وانا قلتلكم بارح مش من المنطقي بعد اداء مباراة القمة يجي فريق يطلب آليو ديانج من الاهلي والاهلي يقال له كيف يناير. صعب استحالة. ده المشوار لسه ما بدأش اسيب بلعب كبير زي آليو ديانج في منتصف الموسم واللسه عندي بطولة افريقية بجدة هتبدأ من شهر اثنين او كاس عالم اندية في شهر اثنين. كلام مش منطقي يلا كورة بيأكد اللي احنا قلناه بارح آليو ديانج مرتاح في الاهلي ولا يمتلك عروضا ومستمر في الاهلي على الاقل حتى نهاية الموسم نروح لي صفحة الوطن سبورت ومن خلال حسابها الرسمي على تويتر. بيقولوا ان الاهلي يؤجل صفقة مدافع البنك الجديدة طبعا اللاعب احمد ياسين ملف التعاقدات والصفقات حتى هذه اللحظة مغلق ولم يتم مناشط اي شيء الا في الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر مع فتح باب الانتقالات الشتوية في يناير سواء لقيد المحلي او لقيد الافريقي لاستكمال السبع لعيبة المقيدين في القيمة الافريقية وما تنسوش ان الاهلي عنده بير ستاو لويس ساميكي سوني كريم فؤاد حسام حسن عمار حمدي احمد عبدالقادر. ادي ستة المفروض هيتأيده من ضمن السبعة اللي هتكتمل بيوم القيمة في يناير الجاي عشان القيمة الافريقية ودوري ابطال افريقية. اي بقى صفقة تانية هنسمع اسامي كتيرة طالما ان في لعبة ممكن تنضم للمنتخب لأول مرة الحق لعيب نضم جديد مش من الاهل والزمالك على طول اجهز بالاخبار رايح الاهل. ده يعني حاجة سبتة في الان